شكرا جزيلا على حضوركم لقد أجريت جولة في مكان الانفجار في الجدة الثانية قبل قليل وحتى الآن فإن الأدلة تبين أن الانفجار كان قنبلة تم تفجيرها عن عمد وأدى الانفجار إلى إصابات وأضرار جسيمة في المنطقة في نهاية المطافة أعتقد أننا تنفسنا سعادة لعدم سقوط عدد كبير من الضحايا خاصة عندما ننظر إلى الدمار في الجدة الثانية طبعا نحن نشعر بالغضب ولكننا مصممون لعادة البناء وأن لا نردع وأن نخدم المسهولين إلى العدالة لقد حدثت مع حاكم الولاية لي الذي يتعاون معنا من أجل إعلان حالة طوارئ مدنية في الولاية وكذلك بالتعاون مع هيئة الطوارئ الاتحادية لحجد كافة الموارد لعادة بناء الجدة الثانية حتى لا يردعنا الانفجار وأنا ممتن لشركائنا للمساعدة في عملية عادة الاعمار ثمت ما لا يقل عن 41 متجر تضرر جراء الانفجار وبينما نقدر حجم الأضرار فبتأكيد سنحتاج لمساعدات خاصة وكذلك موارد خاصة وأن ممتن للولايات التي عبرت عن المساعدة في هذا الاتجاه وطمئن السكان وأشكرهم على صبرهم في ذل ما حدث اليوم في ذل كذلك التحديات التي واجهناها هذا العام حتى نعيد الاعمار ونعود إلى الحياة الطبيعية وهناك أيضا حظر تجول من 4 ساعة الرابعة ونصف حتى اليوم حتى الساعة الرابعة ونصف يوم الأحد وهناك رقم هاتف يمكن الاتصال به ليعود السكان إلى منازلهم ونحن نصهر على تأمين الشركات والمتاجر في هذه المنطقة طبعا سنحتاج لبعض الوقت حتى تعود الحياة الطبيعية إلى الجدة الثانية الحظر التجول سيشمل عدة شوارع والشرطة سوف تتوخى الحذر بالتعاون مع شركائنا لاستكمال تحقيقات الجارية الهجوم الذي وقع سباح اليوم على مجتمعنا كان يرمي لخلق الفوضى وكذلك الخوف في فترة العياد هذه لكن سكان المدينة أكدوا أن روحهم لن تتأثر لكن لن يهدأ لنا بال حتى يكون المسؤولون عن هذا الانفجار أمام العدالة وشرطة المدينة وكذلك بقية الأجهزة تتعاون فيما بينها لعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد انفجار وحالتهم مستقرة ونحن ندعو لهم وستطعت أن أزور أحد الضحايا وهي فتاة في الرابعة من العمر ليس بها أي إصابات تم إنقاذها ولكن دعونا أن نحيي ما قام به رجل شرطة في المكان وغيره الذين سارعوا باتجاه الخطر وهم كانوا مسؤولين عن الكثير من الإصابات وستطيع أن أقول أن الرجال الشرطة الذين أصيبوا بجروح يتعافون من جروحهم وهؤلاء الرجال الشرطة تحركوا بسرعة وطلبوا من الناس الابتعاد يعني المكان وخاطروا بحياتهم هم أبطال وأنا ممتن لهم ولكل من سارع بالاستجابة وهذا يؤكد مدى همية المسعفين وكل من يبادر إلى الاستجابة في لحظاتي الأولى الكثير من سكان وسط المدينة والذين تدررت مساكنهم أنا أقدر صبرهم وأؤكد لهم أن المدينة سوف تتعافى وثوف نحصل على الموارد لإعادة البناء وأنا ممتن أيضا للصليب الأحمر الذي يساعد في إيواء من تدررت مساكنهم وأعتقد رسالة اليوم هي أننا ننتقل من الراحة والارتياح إلى التصميم على إعادة بناء المدينة سوف نحقق ذلك في عام 2021 نحن متنون للمستجبين الأوائل ومرة أخرى هؤلاء الرجال الرجال الشرطة الذين سارعوا لإنقاذ الأرواح على حساب حياتهم الخاصة وهذا أمر يبعث على التفاعل ونعطي الكلمة إلى رئيس الشرطة دريك ليحدثنا عن بطولة رجال الشرطة شكرا شكرا السيدة العمدة كما أكد العمدة هذه الأعمال البطولية هي شيء يثلج صدر أولئي الرجال لم يعرفوا ما كان ينتظرهم وهم عندما وصلوا سمعوا النداءات التي تصدر من المركبة مركبة الترفيه وطلبوا من كل من يتواجد في المكان بالمغادرة وقاموا بإخلاء أيضا السكان في الحي وهم لم يكن متأكدين من القنبلة ستنفجر فورا أو بعد المدة التي حددها النداء الصادر أو من المركبة ونحن طبعا كنا نخشا يكون هناك ضحايا ورجال شرطة أنقذوا الأرواح وبطولتهم هو شيء جدير بالتقدير هل تعتقد بأن الانفجار يستهدف أشياء بعينها مثل مبنى اي تي ان تي نحن ليس لدينا معلومات بهذا الشأن ونحن نتبع كل الخيوط المتاحة حاليا ليس لدينا أي معلومات نحن نتمسك بكل الخيوط وعندما حصلت على المعلومات بشأن البلاء كنت أتوقع أن الأمر بسيط ولكن سوف نتبع كل الخيوط والمعلومات التي تصلنا لمواصلة التحقيق لقد وجدنا في مكان انفجار أشلاء ربما تكون أشلاء بشرية وسوف نتأكد من ذلك لاحقا هل تعتقد بأن هذه الأشياء تعود لمن كان داخل المركبة ليس لدينا معلومة دقيقة في هذا الشأن فالانفجار كان هائلا ونحن نواصل لفحص الأمر لتأكد فيما إذا كانت هذه أشلاء بشرية حتى الآن ليس لدينا أي تقارير عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار نحن نعتقد أن ربما هذه أشلاء بشرية نحتاج لفحص ما عثرنا عليه وحتى نتأكد من الأمر هل تلقيت أي معلومات بشأن تهديدات قبل الانفجار تجعلكم تعتقدون بأن هذا الانفجار كان مخطط له لم نتلقى أي معلومات بهذا الشأن كان الأمر مفاجئا تماما بالنسبة لي وعندما حصلنا على البلاغ كنا نعتقد بأن الأمر ربما يتعلق بانفجار انبوبة غاز أو تسرب للغاز لم يكن لدينا أي تحذير مسبق بشأن هذا الانفجار هذا الانفجار وقع في السادسة أو النسبة صباحا وتم التحذير منها ما ردك على ذلك نحن لسنا متأكدين من الهدف من وراء ذلك كله نحن ليس لدينا معلومات أكيد نحن رأينا أن هناك بعض الانقطاع في الخدمات مثل خدمات AT&T أرجو أن تطرحوا السؤال الأخير لرئيس الشرطة هذا هو السؤال الأخير لرئيس الشرطة شكرا لكم